رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا بضيف كريم متخصص في هذا الباب العظيم وهو باب القرآن الكريم فضيلة الدكتور محمد إبراهيم مدرس التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف يا مرحبا دكتور الحبيب أهلا وسهلا بكم ومرحبا كم شرفنا وسعيدنا والله بلقائك دارك الله فيكم الله يحفظك دكتور محمد بدأنا في اللقاء الماضي في سورة الطور ووقفنا عند الآية 16 عند قول الله عز وجل سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء المجرمين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وقلنا أننا من المفترض أن نبدأ في هذه المرة من قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فلتسمح لي بالقراءة بإذن الله تفضل نعم يقول الله سبحانه وتعالى بعد عوض الله من الشيطان الرجيم وجميع مشاهدين الكرام اللي بيتابعونا ممكن يجيبوا المصحف في الشريف ويفتحوا صورة الطور ويركزوا مع هذه الحلقات العظيمة في تفسير القرآن الكريم وجميع حلقاتنا لمن لم يتابع من الحلقة الأولى جميع حلقات مجالس العلم مرفوعة على موقع يوتيوب اتابع لقناة الندى موقع يوتيوب كل حلقات بترفع تباعا من الحلقة الأولى إلى ما وقفنا عليه قناة الندى على موقع يوتيوب ستجدوا عليها كل الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى وقوائم التشغيل لجميع المجالس الخاصة بها بإذن الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سامحنا دكتور بدقرة في وجودك بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أريد أن أنبه على أمر حضرتك ابتدأت القراءة بصفات المتقين من وسط الصورة علماء التجويد يقولون بأن القارئ إذا ابتدأ القراءة من وسط الصورة فإنه مخير بين الإتيان بالبسملة وبين تركها يعني يجوز أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ أو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ مباشرة جميل أنا اعتدت أنني إذا قرأت من منتصف الصورة أن أكتفي بالاستعابة أعوذ بالاستعابة نعم لكن تعلمت هذا وجه جائز طب الحمد لله وجه جائز كما قال أنا أقرأ وأنا خيف ربني برف حضرتك دكتور أحمد كيف أقرأ في وجود حضرتك ربني برف حضرتك قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه عن البسملة نعم ولا بد منها في ابتدائك سورة نعم سواها أي كان يتحدث عن سورة براءة فقال يجب أن تبتدأ أي سورة من سور القرآن بأن تأتي بالبسملة وجوبا نعم ولا بد منها إلا سورة براءة ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا يعني في أجزاء الصور وأجزاء الصور هي ما بعد أولها ولو بآية نعم تعتبر من أجزاء الصور القارئ مخير بين الإتيان بالبسملة وبين تركها نعم قال الإمام بن الجزري رحمة الله عليه ووسطا خير يعني في أوسط الصور خير القارئ بين وبين بين أن يأتي بالبسملة وبين أن يتركها نعم ووسطا خير وفيها أي في سورة براءة يحتمل يعني يحتمل أن تأتي بها أو أن لا تأتي بها نعم لكن العلماء علماء التجويد كان لهم ملمح دقيق من باب الاستحباب قالوا إذا كان القارئ من وسط الصورة يبتدئ بصفات المتقين إذا كان يبتدئ بكلام عن الله رب العالمين أو كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى الأمين فإنه يستحب أن يأتي بالبسملة نعم باب الاستحباب استحباب العلماء لذلك الأمر فأقول بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين نعم وإذا كان الحديث عن الشيطان نعم أو عن صفات الكافرين أو عن صفات المنافقين فالأولى أن يترك البسملة نعم يعني قالوا مثلا إذا أراد القارئ أن يبتدئ بآية الكرسي فمن الأدب ومن الأولى ومن الأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألا تأتي بالبسملة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان نعم أما إدخال البسملة في هذا الموضع فلم يستحبه العلماء نعم فهذه نقطة دارك الله فيكم دارك الله فيكم دكتور أحمد من عادة القرآن أن الله سبحانه جل وعلا عودنا أن يجمع بين الترغيب والترهيب نعم أنه إذا بيّن صفات المنافقين إذا بيّن جزاء الكافرين أن يتبعه ببيان جزاء المتقين والمؤمنين نعم فقال سبحانه جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم نعم في جنات جاءت نكرة والتنكير هاهنا يفيد التعظيم في جنات أي في جنات عظيمة نعم وفي نعيم دائم مقيم هؤلاء الذين اتقوا الله رب العالمين نعم اجتنبوا ما حرم الله سبحانه جل وعلا عليهم فينظر الإنسان ويقف مع كل آية من آيات الله سبحانه جل وعلا ليرى وليعرض نفسه عليها نعم إن المتقين هل أنا منهم هل اجتنبت ما حرم الله سبحانه جل وعلا لأنال هذا الجزاء كان الأحنف بن قيس قرأ قول الله سبحانه جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أنزلنا إليكم القرآن فيه ذكركم خلاف بين المفسرين هل الذكر بمعنى للتعاض والتذكر أو بمعنى الشرف كما قال الله سبحانه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لك ولقومك أو اعتبار واتعاظ بهذا الكتاب فلما قرأ الأحنف لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قال أعرض نفسي على كتاب الله نعم فقرأ قول الله سبحانه جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا نعم فقال لست من هؤلاء ويعرض نفسه على الآية هل أنا منهم؟ هل أفعالي كأفعالهم؟ فرجاء رحمة الله سبحانه جل وعلا وحسن ظنه بربه قال لست من هؤلاء ثم قرأ قوله تعالى في حق المؤمنين في سورة الأنفال إنما المؤمنون هذا حصر إنما أداة حصر وقصر من هم المؤمنون يا رب العالمين؟ قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبدأ الله بأعمال القلوب فأعمال القلوب في القرآن مقدمة على أعمال الجوارح الخوف من الله والخشية ومحبة الله والاستكانة والافتقار إلى الله سبحانه جل وعلا كلها مقدمة على أعمال الجوارح من صلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الخوف وهذا الوجل عمل قلبي وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات الله إذا قرأ عليهم القرآن زادهم إيمانا والإيمان تصديق بالجنان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والتوكل عمل قلبي ثم ثنى بأعمال الجوارح فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فلما قرأ أهل أحنف قرأ في الأولى صفات المنافقين فقال لست من هؤلاء ثم قرأ صفات المؤمنين فقال لست من هؤلاء لم أصل إلى هذه الدرجة وقد يكون منهم لكنه تواضع في مقام ربه سبحانه جل وعلا لست من هؤلاء ثم وصل إلى سورة التوبة فقرأ قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فقال أنا من هؤلاء فيعرض الإنسان نفسه إن المتقين هل أنا من المتقين الذين اتقوا الله رب العالمين في كل كبيرة وصغيرة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وهو إمام عظيم من أئمة أهل السنة وإمام من أئمة الرأي وقف يوما في ظل بيت وكان هذا البيت مرهونا عنده يعني جعله رجل رهنا عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فوقف الإمام في ظل البيت فلما رأى نفسه واقفا في ظل البيت الذي هو مرهون عنده ذهب من الظل إلى الشمس قال حتى لا أن تفع بهذا الظل ورعهم وخوفهم من الله سبحانه جل وعلا هذا هو جزاء المتقين في جنات ونعيم لتعلم ولترى طيب مسكنهم ولترى مأكلهم ومشربهم في جنة ربهم لترى صحبتهم الطيبة فهم في جوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه جمعنا الله وإياكم والمشاهدين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونعيم فاكهين وقرأ أبو جعفر فكهين بدون ألف فكهين بما آتاهم ربهم فاكهين من الفكاهة بفتح الفاء والفكاهة هي طيب العيش ورغده الله أكبر أن يعيش الإنسان عيشا هنيئا أن يعيش الإنسان عيشا طيبا أن يعيش الإنسان عيشا فيه رغد فيه سعة فهذا هو جزاء المتقين في الجنة فاكهين لذلك سميت الفاكهة فاكهة ما سميت فاكهة إلا لأن الإنسان يتلذذ عند أكلهان فهؤلاء الذين دخلوا جنة الله قال بعض المفسرين فاكهين يعني يأكلون الفاكهة تلذذا بأكلها وقال بعضهم فاكهين أي متنعمين يتلذذون بما آتاهم الله من النعيم المقيم فاكهين بما آتاهم ربهم يفرحون لأن الله نجاهم من عذاب النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز طالب إذا خرجت النتيجة ورأى شهادته وقد حصل على أعلى الدرجات فإن البسمة لا تفارق وجهه يشعر بأنه صار ذا دعابة يشعر ساعتها بالفرح يشعر بالسرور فكيف بالنجاح الحقيقي بمن فاز بأنه ابتعد عن النار ودخل جنة الله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون فبذلك بنعيم الله رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة للمؤمنين فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يقال لهم كلوا نعم واشربوا الإنسان قد يأكل ولا يشعر بطيب الأكل مع أن الأكل طيب نعم يخاف أن هذا الأكل لا يدوم نعم قد يكون هذا الأكل قد منع منه الإنسان نعم حرمه عليه الطبيب لا تأكل من هذا الطعام لأنه يضرك ولكن الإنسان نفسه تميل إلى الأكل منه نعم فيأكل لكن أكله ليس هنيئا نعم أما أكلهم في الجنة وشربهم إنه لا ينقطع العيش الهنيء هو الذي لا يعقبه تعب ولا سوء عاقبة الله أكبر تأكل فلا تتعب نعم تأكل فلا يتبعك إثم من هذا الأكل نعم ومن هذا الشرب كلوا واشربوا هنيئا لذلك يقال لكل من أكل وشرب يقال له هنيئا مريئا قال الله رب العالمين فكلوه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ثم صار هذا اللفظ يستعمل في كل أمر صار نعم إذا نجح الإنسان يقال له هنيئا إذا فاز بأمر من الأمور يقال له هنيئا نعم كلوا واشربوا يا أهل الجنة يا أصحاب التقوى يا من اجتنبتم ما حرم الله عليكم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون نعم ونظرت إلى جزاء المكذبين في الآية الرابعة عشر أو في الآية السادسة عشر معذرة في الآية السادسة عشر قال الله إنما تجزون ما جزاؤكم عين أعمالكم نعم هنا قال كلوا واشربوا هنيئا بما فجاءت الباء نعم لأن جزاء المكذبين على سبيل المماثلة لا يزاد فيه نعم وجزاء المؤمنين على سبيل المضاعفة يضاعف الله سبحانه جل وعلا جزاءهم هنيئا بما كنتم تعملون نعم وهذه الباء نعم 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 ليعلم الإنسان وليعلم كل واحد أن عمله لا يساوي دخول الجنة عملك لا يساوي دخول الجنة لكن العمل سبب لدخول الجنة قال دخول الجنة بما كنتم تعملون أي أن سبب بدخول الجنة هذا العمل صحيح لكن عملك لن يكافئ لا يكافئ الدخول سبحان الله دخول الجنة الله سبحانه جل وعلا أنعم على الإنسان بنعم كثيرة نعم وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ نعمة الله لم يقل وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةُ نعم نعم كما قال علماء الأصول هذا مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم نعم نعمة من نعم الله لن يستطيع الإنسان عدها وتعدادها لن يستطيع إحصاءها شكرا لله سبحانه جل وعلا عليها فلو وزن عمله كله مقابل نعمة من نعم الله لرجحت نعمة الله على أعماله وبقيت بقية النعم ولم يؤدي شكرها فصار دخول الجنة فضلا من الله ومنة على عبده لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو عذبهم الله لعذبهم وهو غير ظالم لهم لأن أعمالهم لا تساوي هذه النعم ولا تساوي هذا الدخول ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله نعم لن يدخل أحدكم الجنة عمله هذا العمل لن يدخلك الجنة قالوا يا رسول الله قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المقام العظيم ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فما نظر النبي إلى نفسه وما رأى حظه ومقامه عند ربه نما قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل هنيئا بما كنتم تعملون أعمالكم كانت سببا أن دخلتم جنة الله سبحانه جل وعلا متكئين هذا حال ما حالهم وهم يأكلون وهم يشربون قال متكئين على هذه الأسرة التي قد رتبت ونظمت وصففت بطريقة منظمة مهذبة متكئين على سرر مصفوفة وهذا الاتكاء إنما هو من باب الترف ومن باب النعيم على عادة الملوك في الدنيا الله سبحانه جل وعلا قال في حق امرأة العزيز فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا يجلس الإنسان هذه الجلسة في أكله نعم نما هذا في جنة الله سبحانه جل وعلا قال أما أنا فلا آكل متكئا صلوات ربي وتسليماته عليه متكئين على سرر مصفوفة وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ نعم نعيم من الله سبحانه جل وعلا لهؤلاء القوم قد يكون الإنسان على اشتياق لولده ولأهله في جنة الله رب العالمين والأعمال ليست متساوية قد يكون عمل الوالد أكبر من عمل الولد وقد يكون عمل الولد أكبر من عمل الوالد والدرجات في الجنة متفاوتة نعم فبالتالي لن يجتمع الوالد مع ولده أو قد لا يجتمع الولد مع والده فالله سبحانه جل وعلا إكمالا للنعيم نعم وإتماما لهذا السرور على عباده المتقين قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا نعيم وفضل من الله رب العالمين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وقرأ أبو عمر البصري وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان أي أن التوفيق لهذا الإيمان ليس منك التوفيق للإيمان من الله سبحانه وتعالى الهداية لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل إنما هي بيد الله رب العالمين يهدي من يشاء ويضل من يشاء أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أي ألحق الله الذرية ووفقهم للإيمان تبعا لآبائهم وأجدادهم أو واتبعتهم ذريتهم كان هذا الاتباع من الذرية واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذرية في الآية تشمل الآباء والأبناء يعني قد يتصور أحد أن الذرية هي ابن الرجل أو ابن ابنه أو من يأتي بعده تسمى ذرية والآباء والأجداد يسميهم الله رب العالمين كما جاء في لغة العرب يسمون ذرية أيضا قال في سورة ياسين وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون آية لهم أي لأهل مكة أننا حملنا ذريتهم هؤلاء قوم نوح قبل المشركين بمكة وقبل أهل مكة بقرون وقال الله حملنا ذريتهم أي حملنا آباءهم وأجدادهم في الفلك المشحون فسواء كان الوالد أكثر عملا من ولده أو كان الولد أكثر عملا من والده يلحق الله الأدنى بالأعلى ولا ينزل الأعلى إلى الأدنى وما ألتناهم وقرأ ابن كثير وما ألتناهم بكسر اللامي وهي لغة أي ما أنقصناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الله سبحانه جل وعلا لا تضيع عنده حسنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم يصير كل عبد مرهون بعمله يصير كل عبد مرهونا بعمله كل مرئ بما كسب رهين هو مرتهن بهذا العمل ثم يمدهم الله رب العالمين بالفاكهة بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمدناهم بفاكهة كثيرة لا مقطوعة هذا هو نعيم الجنة نعيم دائم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها نعيم الإنسان لا ينظر قد ينظر في الدنيا إلى المال ويخاف أن ينقص هذا المال يخاف أن يأتي شيء فيضيع هذا المال لكن في الجنة أكلها دائم وظلها أي وظلها دائم أيضا تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يشربون في الآخرة خمرا لكنها شتان بينها وبين خمر الدنيا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس ماء لا يتغير ماء لا يتبدل برائحة تلحق به ماء غير آس فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة قال في هذه الآية يتنازعون فيها كأس هذا من باب الممازحة من باب الدعابة لا على سبيل المنازعة ليست نزاعا ليس نزاعا وإنما هو دعابة يتداعبون ويتنازعون يفرحون بهذا النعيم المقيم يتنازعون فيها كأسا هذه الكأس وهذه الخمر لا يتبعها ولا يلحقها ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا ولا يلحقها إثم لا تذهب عقل الإنسان فيتكلم باللغو والباطل لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما شرب الخمر أبدا لا في الإسلام ولا حتى في الجاهلية فسئل عن ذلك يا أبو بكر لم تشرب الخمر في الإسلام لأن الله حرمها وهناك وقت قبل التحريم طيب فلماذا لم تشربها في الجاهلية قال لأنها تفسد على الرجل مرؤته تفسد على الرجل مرؤته أعقل العقلاء إذا لعبت الخمر برأسه يصير أضحوكة للصبيان سبحان الله حتى ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره عن رجل شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه فبعد أن سكر تبول نعم وبعد أن تبول جعل يجمع هذا البول ويمسح به وجهه نعم ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يصير أضحوك نعم هذا الذي يخالف منهج الله سبحانه جل وعلا أما خمر الجنة فهي نعيم مقيم لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم وقرئ لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم هؤلاء هم خدمهم نعم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا تخيل أن هذا هو شكل الخادم فكيف بالمخدوم كيف بهؤلاء المتقين الذين دخلوا جنة الله رب العالمين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ كأنهم لؤلؤ مكنون مصون عن أن تمتد إليه الأيدي كأنهم لؤلؤ مكنون ثم أقبل المتقون بعضهم على بعض يتساءلون دكتور أحمد تفوق في دراسته واجتاز الاختبار وحصل على أعلى الدرجات وحصل على المكافأة وحصل على الشهادة فيسأل ونحن نتساءل ما الذي جعلك في هذا المقام العظيم ما الذي أوصلك إلى أن تحصل على هذه الدرجة الكبيرة أن تكون متفوقا أن تكون من الداخلين الجنة ما الذي أدخلكم الجنة ما السبب الذي جعلكم في هذا المقام والنعيم المقيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقالوا وكان جوابهم إننا كنا في الدنيا من الوجلين كنا في أهلنا خائفين مشفقين كما قال الله رب العالمين عن الأبرار في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كانوا يخافون لقاء الله رب العالمين ويحسبون له ألف حساب إننا كنا قبل في أهلنا مشفقين فوقاهم الله وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا هذا النعيم الذي نحن فيه ليس بعملنا وليس بكسبنا إنما هو فضل من الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم السموم اسم من أسماء النار لأنها تدخل جلد الإنسان وتنفذ في مسامه حتى تدخل إلى داخل جسمه فتفعل فعل السم بالأبدان لذلك سماها سموم ووقانا عذاب السموم عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ابن خالتها كما ذكر ذلك عروة ابن الزبير أنه دخل على خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصلي كانت تقرأ بسورة الطور وصلت إلى قول الله رب العالمين إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ وَظَلَّتْ تُرَدْدُهَا وَظَلَّتْ تُعِيدُهَا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ قالتها مرة وكررتها ثانية وأعادتها ثالثة وظلت تردد فيها مرة بعد مرة حتى قال أذهب إلى السوق أقضي حاجتي وأشتري ما أريد ثم أرجع إليها فذهب إلى السوق واشترى متاعه وقضى حاجته ثم رجع إليها فوجدها تصلي وتقرأ هذه الآية تخيل أن يذهب إنسان إلى السوق ليشتري ويبيع ثم يرجع فيجدها تردد وتكرر هذه الآية فمن الله علينا هؤلاء الصالحون هؤلاء الأبرار هؤلاء الصحابة الكرام كانوا يقومون الليل بآية رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها يفكر في معناها نحفظ الآيات لكن من الذي يفكر ويتدبر ما أنزل الله القرآن إلا ليتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقوم بهذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وهناك من يقوم بقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم أيستوي حال من أطاع الله مع حال من عصاه أيستوي المسلمون مع غير المسلمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون هذه القسمة الجائرة الظالمة الناقصة فكررت هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فضلت الدكتور الحبيب يعني لا أريد أن أختم الجلسة دارك الله فيك لكن الوقت يداهمنا يعني يتبقى لنا دقيقتين تقريبا فهل من الممكن أن نقف خلال هاتين الدقيقتين مع قول الله سبحانه وتعالى إن كنا من قبل ندعوه إنه هو الرحيم ونقف عندها أم نرجعها المرة القادمة بإذن الله نكمل إن شاء الله هذه الآية هي من باب التتم هؤلاء الذين تساءلوا عن سبب دخولهم ما الذي أهلهم وكان سببا في دخولهم لهذا النعيم المقيم قالوا إنا كنا في الدنيا كنا خائفين وجلين من عذاب الله رب العالمين فتفضل ربنا علينا ووقانا عذاب السموم سبب آخر أننا كنا نلجأ إلى الله بالدعاء هذا الدعاء الذي هو سلاح المؤمن هذا الدعاء الذي يحبه الله فالله رب العالمين يحب العبد الذي يسأله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من لم يسأل الله يغضب عليه نعم من لم يسأل الله وهذا بخلاف الإنسان دكتور أحمد لو ذهب إلى أحد من الناس ليطلب منه شيئا نعم فربما أعطاه ذلك الطلب وحقق له ذلك الأمر إذا ألححت عليه مرة بعد مرة يغضب منك نعم ويضجر صحيح ويزيد غضبه وتأففه كلما ألححت عليه مرة بعد مرة نعم الله رب العالمين يغضب لا إذا سئل نعم إنما يغضب إذا لم يسأل سبحان الله لذلك كان يقول أبو العتاهية لا تسألن بني آدم حاجة نعم وسل الذي أبوابه لا تحجبون الله أكبر فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب من لم يسأل الله يغضب عليه نعم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى أسأله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا من المتقين وأن يلحقنا بهؤلاء الصفوة الكرام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم أمين فضيلة الدكتور الحبيب دكتور محمد إبراهيم مدرس التفسير وعلم القرآن بجامعة الأزهر الشريف أجزاكم الله عنك خير أجزاكم خير أجزاكم الله أمين وإياكم شكرا الله لكم مشاهدين الكرام على أن نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في مجلس جديد من مجالس التفسير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أمين وبركاته 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 شكرا الله عنك شكرا الله عنك شكرا الله عنك